موسيقى للعام الثاني على التوالي استضافت مصر المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بمشاركة عربية موسعة وسبقه ورشة عمل حول الانعكاسات السلبية للتفاكك الأسري على الجوانب الأمنية والتي شهدت تأكيدا على أهمية تفعيل دور أجهزة الشرطة في تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفاكك الأسري وصقل مهارات الكوادر الشرطية للتعامل مع هذه القضايا باحترافية مع تكثيف البرامج التوعوية موسيقى نحن نشيد بكل التجارب وخاصة التجربة المصرية في تطوير كثير من المبادرات التي حرصت عليها الدولة المصرية بقيادة تخامة الرئيس الفزاح السيسي تقدم إلى مصر بخارص الشكر والتقدير على تشريفنا بأن تستضيفنا للمرة الثانية وعلى التوالي في هذا المؤتمر وهي أيضا ينم على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لحقوق الإنسان وهناك اهتمام كبير في تطوير هذه الحقوق أتوجه في الشكر الجزير إلى مقام مزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وعلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم ورشة اليوم التي هي عن الإنكاسات السلبية للتفكك الأسري على جوانب الأمنية موضوع يقع في صميم من شغالات الأجهزة الأمنية ومن هنا يزداد اهتمام الأجهزة الأمنية بالوقوف على أسباب التفكك الأسري وتدعياته الأمنية ومواجهة الأصار المترتبة المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنصيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمنة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استعراض التجارب الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومنها التجربة المصرية التي لاقت إشادة كبيرة من الوفود المشاركة لمراعاتها الأبعاد الإنسانية في الخدمات الشراطية المقدمة للمواطنين والمبادرات الإنسانية ومنظومة الإصلاح والتأهيل كما أشاد الحضور بتنظيم المؤتمر حرفين اتفقوا أنهم يلتقوا بصفة دورية لمنقشة التحديات وتلمس السم للتقدم إلى الأمان بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي هذا المؤتمر هو حلقة جديدة في إطار تعاون من أجل تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة في الجانبين جانب المكلفين بإنفاذ القانون ووزارة الداخلية وبقية المتداخلين من مؤسسات في مجال تعمل في مجال حقوق الإنسان نشكر وزارة الداخلية في جمهورة مصر العربية على حسن الاستقبال وحسن التنظيم ونتأمل أن تخرج هذه الورشة بثوصيات تكون فائدة للدول وتعمم على جميع الدول للاستفادة منها في عملها الأمني الفعاليات تضمنت عقد مؤتمر مشترك لمسؤول حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية للوصول إلى استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني طبعاً نحن بنعرف أن مسألة حقوق الإنسان هي بحاجة لتضافر كل الجهود إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى الأقريني أو على المستوى الدولي والشبكة العربية بالتعاون مع وزراء الداخلية العرب عم بتحاول مشكورة أن تقوم بهالدور على أتن وجه ورش مهم جداً خاصة وأن إصلاح المجتمع هو يتبئ من سلامة الأسرة بالتأكيد نقل الخبرات والتجارة بالدول المختلفة في هذا الجانب ستعود بالنفع على الجميع سنستفيد من تلك الخبرات في تعميمها على مكاتبنا في حقوق الإنسان في وزارة الداخلية على هامش المؤتمر نظمت زيارة للوفود المشاركة فيه لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان حيث طلعت الوفود على مكونات المركز الصحية والتأهيلية والإصلاحية وسط إشادة كبيرة بهذه التجربة ورغبة في الاستفادة منها يعني شفنا الأصلاح والتأهيل الحقيقي لما تتوفر الأمكانيات هذه بالمباني هذه ففعلا النتيجة رح صير جبارة هذا اللي رح إن شاء الله ننقل صورة دولة الكويت وهذه تجربة نقول بكل وضوح إنها تستحق الأخذ بها وتعميمها على مستوى الوطن العربي انبهرنا بالإمكانيات والتقسيمات اللي موجودة دول مركز نتأمل في المستقبل أن يتم مشاطرة هذا التجربة مع باقي الدول العربية ليكون كاسترشاد نموذجي لباقي الدول وأنا أرى إن هذا الصرح يعتذى به على مستوى العالم لكي نوصل رسائلنا لجميع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة الرعابية للتواصل مع حكومات دولهم لعمل مركز إصلاح وتأهيل على هذا المستوى الرائع منتجات النزلاء هي منتجات أول شيء يعني لمسنا فيها جودة عالية لمسنا فيها تنوع والأجمل من ذلك أنه زراء اللي سألناهم جميعهم هذه المهن تلقوها داخل المركز فبالتالي هذا أيضا يعني يحسب لمسألة إعادة التأهيل انعقاد المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية جاء تأكيدا على الريادة المصرية في تطبيق المفهوم الإنساني في العمل الأمني وفرصة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال تفعيل للعمل الأمني العربي المشترك